تلوقتي مشاهدنا مع مجزل أهم الأخبار معلم شكرا لك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش مجزل الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أمهلت الحكومة أو المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر سفيري كل مننا فرنسا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد وأضحت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أن القرار جاء بسبب رفض سفيري الدولتين الاستجابة لدعوة إلى إجراء مقابلة وتصرفات أخرى من حكومات البلدين تتعارض مع مصالح النيجر وفي رد فعل على القرار أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر ليس لها أهلية للمطالبة بمغادرة سفيريها قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة قائد مجموعة باغنر يفجيني بريغوجين ومقتل جميع ركابها وأوضح بايدن أن واشنطن تحاول تحديد أسباب سقوط طائرة بريغوجين وأكدا أنه لا يمكنه التحدث بحرية عن السبب بالتحديد هذا وأعربت روسيا عن استيائها من تصريحات بايدن في وقت سابق بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجين في حادث تحطم الطائرة وحضرت موسكو واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي إن الولايات المتحدة ستساعد في تدريب الطيارين والمهندسين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز F-16 وعوض حزلنيسكي أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة الخطط المتعلقة بالطائرات وصفا المحادثات بالجيدة كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بنت جون بات رايدر أشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ هذا التدريب في شهر أكتوبر المقبل أعلنت روسيا تعرضها لهجوم جديد بطائرات المسايرة في الساعة الأولى من صباح اليوم وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيابنين أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق منطقة إسترا في موسكو وذكرت وسائل الإعلام محلية أن ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها وأبلغ الجيش الروسي عن هجمات أوكرانية متكررة بطائرات مسايرة وصواريخ على الأراضي الروسية خلال الأيام القليلة الماضية أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسايرة على قاعدة الجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في حين أفد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات وقال مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية أن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بلدة تبعد أكثر من 200 كم عن الأراضي القضيعة لسيطرة أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي الجزيرة خلال 24 ساعة ماضية وعبرت الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة خط الوسط لمضيق تايوان الذي كان في السابق حاجزا غير رسميا بين الجانبين ولكن الطائرات الصينية دأبت على عبوره خلال العام الماضي أكدت السلطات أن حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا أرغمتها على إخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها وأمرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الجميع في المدينة بمن في ذلك العمال الأساسيين بذهاب إلى مطار المدينة وانتظار المزيد من التعليمات هذا وتشهد كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق حيث اضطر في الأقاليم أو الأيام القليلة الماضية أكثر من خمسين ألف شخص للفرار من منازلهم لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اكتح إعصار وعواصف رعدية شديدة ولاية ميتشجين الأمريكية ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف وسقوط الأشجار وتضرر المنازل وتعطل المرور وأعلنت إدارة الطوارئ المحلية أن الإعصار قطع الطرق متسببا في انقلاب السيارات وأفد مسؤولون محليون أن الإعصار المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 145 كم في الساعة اكتح مقاطع تايا إجنم وليفينج ستون من جانبها أيضا قالت حاكمة ولاية ميتشجين أن السلطات المحلية تعمل على متابعة الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية مشيرة إلى أنها ستعلن حالة الطوارئ للمساعدة في توصيل الموارد إلى المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن مشاهدين انتهى مجزء الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل